اشتركوا في القناة اليوم شاء الله يجبكم فيديو جديد ووصفة جديدة كيف معودتكم دائما اليوم نريد شارك معكم الوصفة المفضلة التي نحضرها دائما لن أدخلها على الصيف والأجواء الحارة نحضر هذه الوصفة التي تأتي بننا وقلت عليك لا شاركها مع الأحبة والأخوان في القناة قلت عليك لا شاركها معكم هذه الوصفة في صراحة رائعة تقدروا تخذوا هذه الوصفة كقاعدة لأي قلاص تحضرها سوف تخذوا هذه الوصفة كقاعدة تقدروا تحضرها سواء أبغيتم القلاص النوقا أو الشكولات أو كراميل كما ترى معي في الفيديو وكذلك الفاني والقلاص الحامض الفريز خمباز أي واحد يفضل لأنكها سوف يحضرها بهذه الوصفة التي لديها وكذلك تحضر به كذلك مك فلوري كما ترى في هذا الفيديو سوف نحضر المقادير والطريقة للتحذير أول شيء سوف نحضرها في الوصفة سوف نحضر النوغة لأنني قمت بعمل معلقة كبيرة كما تشاهد معي غليكوز تستغنى عليه ليس ضروري و قمت بعمل معلقة السكر سوف نضيف كذلك معلقة كبيرة كما تشاهد معي نفس المعلقة عبرت بها كل مكونات كاملة سوف نخلطها جيدا ثم سوف نحضر النوغة نحضر النوغة سوف نحضر النوغة سوف نحتاج فيها الكاكاوت لأنني استعملت هذا الكاكاوت جاهز و يكون ملح في الملح بالنسبة للوصفة سوف نستعملها كقاعدة هذه سوف نستعمل الكريم لكريم ليكيد 35% سوف نستعمل جبنة ريكوتا سوف نستعمل جبنة ريكوتا 250 جرام سوف نستعمل حليب نيستلي المحلة بالنسبة للجبنة بالنسبة للجبنة سوف نستعمل سوف نستعمل بالفخوماج سوف نستعمل بالنسبة للناس في المغرب سوف نستعمل نضيف نضيف جبنة ريكوتا سوف نستعمل قريبا معالقة كبيرة سوف نستعمل سوف نستعمل 6 أنواع الزجل سوف نستعمل نضيف 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 الكرامي نضيف كما تشاهد الكرامي يبدأ يبدأ كما تشاهد نضيف الكلام سوف نضيف زبدة نضيف مع الكرامي كما تشاهد نضيف كما تشاهد كما تشاهد سوف نستعمل نضيف كنوغا سوف نحضره لكي يبرد سوف نخلط مزيان ونخليه شوية فوق النار مع التحريك غير هكذا لنضيف الكراميل لكي نضيفه لي شيء باردة سوف يجمد ويبرد سوف نضيفه سوف نضيفه من بعد نضيف الكراميل كامل نضيفه هنا ونحاول نسرحه بهذا الخشب سوف نضيفه ونضيفه باردلية من بعد نضيف الكراميل لا نضيفه حتى ترجع عاقضة نضيفه شوية قاطة في رأسها سوف نضيفه سوف نضيفه أول نوعه سوف نستعمل فيه كيت كات سوف نضيفه ونضيفه ونضيفه مركز ونضيفه هناك الحبيبات سوف نضيفه كمية كيت كات سوف نضيفه نضيفه من خلطه من خلطه من بده ونضيفه خالطه ونضيفه سوف نضع الغطاية في المجمد نحضر النوع الثاني للغلاس بخليط واحد سوف نضع الغلاس سوف نضع الزبدة أو البيسكويت سوف نضعه في الميكروه من بعد سخن سوف نضع الغلاس هذا الكثير من المعالج سوف نضع ربعاً لم يكن سوف نضع الأخيرة ثم نضع الأخيرة سوف نضع الأخيرة سوف نضع الأخيرة سوف نصفي الخريط كامل سوف نقوم بشكل كبير سوف نخلط غير عشوائيا بشكل كبير سوف نضيف الخريط كبير سوف نضيفه وقد ندخله المجمد سوف نخذ نوع الثالث من الجلس لأنه نحضرته بالمميس بصراحة قبلتهم وطحنتهم في التحانة وترجعته لها كذا نضيف الخياس الذي نريده نضيفه وحد شوية سوف نضيف بعض المعالق مع الخالد سوف نضيفه ونضيفه في البواطا ونضيفه جزوين في صراحة هاد الانواع كلهم اللي انا حضرتهم معكم في صراحة يجوا رائعين يستهلوا بأنكم تجربوهم سوف نضيفه بشكل كبير نضيفه بشكل كبير ونأخذ هكذا الحبيبات تكونوا شوية غلاد ونضيفه بشكل كبير ونضيفه بشكل كبير ونضيفه 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 المجمد أفضل ونضيفه ونضيفه نضيفه مجمد جزء ونضيفه نضيفه ونضيفه نضع قليلا بسكوي متحون أوريون نضع قليلا نضع القطايا و ندخل المجموعة نحضر نصف الكريمة نصف الكريمة نصف الكريمة لقد استعملت 35% المتحق الغاز نضع القطا كما قلت لكم تعوضها بأي نوع الفخوماج نحن نخلق نصف الخليمة لقد استعملت غير نصف نخلطها بوضع قليل قليلا و نصف الكريمة نوغا و هنا نخلق نجذ اخرل نضيفها بالطبع قطعة العلاجين بعد نضيفها بعد أن أضيفها لا نضيفها بودرة تستطيع أن تضيفها قطعة صغيرة نضيفها نصف خالط نصف الكريمة نضيفها نظيفها احضر اضافة لطلاتي اخذ بعض الى اضافة لطلاتي اضافة اضافة تطورة اضافة اضافة ومعالقة لنضيفها بالنوع محبا نضيفها بحالة شكل مزيد سيكون اضافة منذ اضافة بعد أن نضيفه نظيفه ابواتي لما نضيفه المثال بضبط من المجمد نضيفه كافة البوادي بعد أن نضيف الثوان بعض النظل لأتصال وبعد أن نضيفه بهذا في جديد وضيفه كثر سوف نخلطها قليلاً بشكل هذا ومن بعد نضيفها قليلاً نضيفها 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 قليلاً سوف نحضر القليلاس الأخير سوف نحضر القليلاس الشوكولة سوف نستعمل قليلاً دانيت شوكولة سوف نضيفها من بعد دانيت شوكولة سوف نضيفها 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 سوف نضيفها من قليلاً نضيفها نضيفها قطعة صغيرة وضفتها لتأخذها نضيفها حبيبات أو مرصد نضيفها كما نضيفها 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 ثم نضيفها شوكولة نضيفها نضيفها ثم نضيفها 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 وتضيفها نضيفها ثم نضيفها نضيفها وضيفce وعندما نضيفها سنقوم بتجربة المعدة في المصخون لكي تسهي عن القطاع هذا و قد نأخذ الكأس سنقوم بتجربة المعدة في المكس و سنقوم بتجربة عشلة هذا المعدة يتضيف جبنين و دائما ترمسح بيتدام الفق في معدة المعدة خلقه يدخل اليد و تترك الهجوم ملسة من وجهه بشكل كما شردت معي سوف نحن نضع الأنواع كلها كما نضع لديكم فأنا سأسهل لن يتحيض سوف نضع نقص تشكل هذا سوف نقوم بتقديم هذه الأنواع بصراحة سوف نستيقف بأنك تستطيع أن تأكلهم كاملين ولا تشعر براسك قوة البنة بقالي هذا النوع بعد ان تقديم الكقوس سوف نستطيع أن تستغنوا هذه الأنواع سوف نستطيع أن تجعل هذه الأنواع سوف نستطيع أن تفعل هذه الأشكال لكي تفعلنا ما في الكقوس سوف نستطيع أن أخذ بسكوية كتكات أوغيو سبيكيلوز سوف نستطيع أن تفعل مارسو وكذلك النوغا وخذت بطريقة المجرم وأن تستطيع أن تزيين الكقوس لنا هنا هذا هو الشكل نهاي ويحضرت أحضر نهاية الأنواع بقاعدة ، بقاعدة كي تتطيع أن تقديم الكريمة ونستلي وخمج أحضرت بها ستة أنواع عن اوضع لتحضره كهذا اوضع انواع تحضره كذلك تضيفه انتو ما اذا بريدتو يعني انا كنحضر النكهات اللي انا كنفضلها ولي انا تنبغيها يعني انا احضرت هنا ست انواع اللي عندي مفضلين فصراحه ما دي الانواع اللي كنبغيهم بزاف نتمنى فصراحه هاد الفيديو فصراحه يعجبكم وين الاعجاب للكم ويلاعجبكم فيديو ديلي متنسونيش بلايك ليلايك 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 وكذلك بليكم منتاج رائع عندلكم اللي كتخلوا لي فيهم ميسر جاد زويني في صراحة تشجعوني بزاف وسمحوا لي بزاف اللي أنا كانت تعطي لكم هكذا في الفيديو وصراحة مع ظروف العمل ومتيبقى ليش الوقت بزاف بأنني باش نشجل لكم فيديو وندير المونتاج وصراحة ياخذ لي بزاف دلوقت وسمحوا لي بزاف لأنني كندلكم واحد الفيديو في الأسبوع صراحة ما كنتش ندلكم فيديو كل يوم كل يوم ولكن سمحوا لي بزاف وغادي نقول لكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى فيديو مقبل إن شاء الله ودمتم في رعاية